اهلا بكم حل فنن حميد نجاح فسابيلا مرميد افبام المواجهة سعيدني اليوم لاني ساترك للجيل المقبل حلقة للتاريخ مع رجل اشتغل لعقود في الميدان لكننا لسخرية قدر كنا نشاهد عبوره ولا نراه في البرامج نحن جاحدون حقا جاحدون ونلام ونعاتب كيف يعقل ان الافبام بدأ منذ ثمانية مواسم مثلا ولم ابادر ولو مرة واحدة لتوجيه الدعوة لحميد نجاح اعترف انا ايضا اخطئ والاحق احيانا من لا يستحقون اعتذر لكم واعتذر لحميد نجاح عدد اليوم خاص بكل المقاييز حميد نجاح فنان خجول لا يتكلم كثيرا للأسف عندنا كثيرون يتكلمون كثيرا لانهم فارغون والفنانون الحقيقيون يبقون صمتين هذا الصمت يرعبني حقا لان مسارات عديدة لفنانين نعزهم تمر مرور الكرام كما قلت مرارا يكفي ان تقتحم عالم الانترنت وتبحث مثلا عن صور للعربي الضغمي او عبدالرزاق حكم لتتعرض لصدمار لن تعثر على شيء ستجد صور كثير من المتطاولين مدعين ولن تعثر على الكبار حقا نحن جاهدون ونستحق اللوم والعتاب بالنسبة لمن يملك التاريخ ومن يكتبه بالتالي حميد نجاح في الافبام بهدوء سنحاول ان نترك حلقة لتاريخ نعبر للكتابة بالكلمة أستاذ حميد نجاح نهار كبير هذا مرحبا بك تعطلت أنا بزاف معي تلكش كما قلت في تقديم ولكن اليوم جاءت المناسبة اللقاء اللي أنا شخصيا كان أعتبره اللقاء ديال الاحتفال بك وبتجربة الفنية الطويلة ديالك أستاذ الحاجة الزوينة في تجربة ديالك أنها خلات بزاف ديال الممتلين كي اعتبروك أستاذ في مجال تشخيص وكي يسميوك الأستاذ حميد نجاح وأنا كذلك كان اعتبرك أستاذ وبغيتك تكون مرتاح اليوم أستاذ حميد بشانا نستفد منك وثانا نستفدو منك مرحبا بك بالله يبارك بك بالعكس أنا فرحان كوني قدامك فرحان بزاف حيث البرنامج عندي إلي فكرة مزيانة كل نهار كنتبع ودك شي وشي مكتاب لمن تقولو وما دولو أما اليوماتي داست 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 أنا فرحان بزاف 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 شرف لينا وشوف وبغيتك تكون كما قلت أمرتاح إن شاء الله حسنا قبل ما ندخلوا للستوديو قلت لي أرني شي شوية باقي ألا ما كيش باقي أغاني مشوا غير هاكا غير مشوا شوف أمشوا درجة درجة أنا اللي أخصني أخاف اللي وقف قدام واحد يزيد ستنسنا وتبارك الله في الميدان أنا اللي أخصني أخاف ونحشم مشوا نبدوها أستاذ حاميد وقت مريتي مشوا درجة درجة وشوف لي وما نتاليت في الأخر نتالي نعطيك ستيلو دياري ونقول لك نقطلي هاد الحلقة هاي باش باش تكون مرتاح واخر أستاذ حاميد بدايتك حسب المعلومات اللي عندي في ستينات وأول عام المسرحي شاركتي فيه طلعت في فوق الخشبة في العام سبعة وستين في دار البيضاء الوقت طبعا كان صعيب والمسرح ما كان كيدخلو إلا الفنان الحقيقي ومني كان قول الفنان الحقيقي كان قصد الفنان اللي كيبغي الفن وكيتقاتل باش أنه يكمل فيه عاولينا في بدايتان في شمن سياق وفي شمن ظروف حتى لقي تراسك كتمتلا أستاذ حاميد ولقي تراسك فوق الخشبة كانت غادي مع الحابشي نادي فين تدربه ولما كانتش عارف تحاجه يوسف فاضيل كتم صحيه بالوالوالعربية كانت أنا قل كين درووج وكنو كان تروتوار و هو علامي كان قل نزل في التروتوار عنطا عنطا قلتني غادي لعب ذك الدور و ذك الدور مولاها مشاق العشين غوش و مولد بالريا عبدالعزيز دبراء في السويد السليم طب طب قلني ايه طب ممكنش مشكلة مشيت دربني سهلتش مي باش مشا للعرب تخلعت دووجو المساحية مساحية مزينة بزاف إنه واحد رجل كان في الدنيا كانت يقولوا ما دير عندي واحد رجل جدا أنا يا الدور اللعب تولس هديك رجل كيموت كان جي نحفر عليه ايه باش ناخد باش ناخد الرجل باش ناخد الرجل دي تنرضي الموتة تقولي يا شكاد ديرنا كي قتلوني تما تنموت و كان قلبي تيدربه و ذك شي بخلوه أنا ميت و ذك الناس يمتلوه و تنقولوش هادي الشي هلاش كان نمتل ما كان عارف تمتل ما كان عارفوش ما كان عارفوش ايه كان نمتل وصابي نمتلت مزين ولكن ما كان عارفوه يتحقق ايه كان عارفوش و مره تنفرزي يومي مره تنرغموا دينيه في مصحة البلادي و ليس وحد ما قلبي لقد عبوه هناه لقد عبوه بزيب كويي لقد عارفوش فأنا أردت أن أصبح تلك الحب شعبية لكي كنت تتعلم عن المعارضة لماذا أريد أن أردت أن يسعني كذلك؟ في المساحة للمساحة بلدي جمعوة ويحصلت كبير مرحبا لدينا سيكون في الأحد المرأة ويحصلت بالنسبة لدينا أحد عجل لم تكن أعلم عن المعارضة لم أكن أعرف أن أردت أن أعلمني إن أعلمني أن أعلمني هذه الظروف أول عمل مسرحي كنت في الأصل كنت محاسب المكتب الوطني الكهرباء تخليتي على الوظيفة ديالك ودخلتي للمغامرة ديال الفن هذا شيء حاميد راه ماشي عادي وكنت منها أنك لا تكونش ندمت علي حي تقرر سعي لا، لا، ديال بشاطق السحيمي مشال فرنسا كل عب مسحية في جودين الناس أنا ويصاب لي ذلك تسجيل وكل تخرج فرنسا؟ لا مكان شا في ذلك ساعة جاني الورقة واحد دري دابا مات ودامي قال لي شا تخرج بخ انتقر تخلج من الله إنو الدرد شي بريانسكيبسيو جابريا أنا شتان فرحت أنا شتتان ومشيت ملي مشيت قرأ مسحية قلتين مسحية تعبوه دك حميلو اسمها مسحية لعب بوحد كالشافيق وأنا اكستيريور كنشوف أدك شو كنقول لك مشال بش فرنسا بش فرنسا بش فرنسا بش المغرب دابا كنت غدينوية مع النوالو دخل واحد المكتب تقول لي مشيك تبطفك تشا أوساد؟ بداية السينات المهم مصر ايه ايه ما عاش بالضبط التاريخ ولكن دخل واحد ولكن مؤكد مشيتي ذلك ساعة تقرأ الرسم وتمثيليك رسم بزربي لماذا في العلمية أصفاد العلمية التمثيل؟ الرسم لابنتور حيث كان رسم ممكن ولكن هذا كل شيء وسائد التعبير التمثيل كل شيء تدقل 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 الناس شو باش نديره ولكن أستاذ في ذلك الوقت من بعد مرما ما تخليت على الوظيفة في المكتب الوطني الكهرباء نعم ومشيتي تمثيل هذا المغامرة وصفة يونة فانتور نعم ما ما ندمتيش لا 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 الآن ما ندمش نهائيا نعم 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 بسئل ما نعرف ما نعرف ما نعم ما نعم ما نعم نعم وعاد مغامرة لدينا مغرب وظيفة لم تكن في الفن كنت أخذتي من حانتا؟ لا هم لا نعم كنت أريد أن تتكلم عن المغرب. من المستحيل الأفضل. وخاوثي. ومشي إلى فرنسا. وكانت إمكانك تستقرر فيها. هل يصبحون كثير من الشباب المغربية في ذلك الوقت لتعيشها بأمي؟ لماذا لم تكن تفكرت لكثيرًا أن تصنع عارضة شعرية؟ ومسالك بأمي وقررت أن تتعيش على المغرب؟ لم أكن لقد عرفت أن أتعيش. عندما يتعيش في نار كنت أنا سيحمد بحب شي ويوسف فاضل وحضقه هو قل يا حامد تمشي لليبيا قلتين شي أرى باسفورت مشي أصلا بفيزا في ليبيا ونمشي لليبيا كان قد في بقي حي مشي لليبيا دبع يوسف فاضل كتب أحد الكتاب أسم بحضقة الحيوان أنا ستة نكتب أربعة خمسة أضارت في النهار كنت أصدق للي كتب أحد الكتاب ومعلم جميع ذلك ولكن ليس كنت أعرف كنت في السبعين كنت في السبعين ومشيت للمأمور أما هذا الشيء الهدر على ما زال أنت لا تخطيش في الحسابات هذه لا أنت قررتي ترجع للمغرب وحتى تجربة في ليبيا كنت شعال كنت يدوجتي في ليبيا تتخلين مرحبا المغرب كنا نصروا في المهناية في الحبس مع بولان بولان قال لي ليس حتى تصور ليس حتى توفف العام أدر معي بولان بولان تخلي بنوة الجابري دبع أي تمثيل كان قبل يقول لي سعد السعيد بحامد نزل تنجي تنبتل وتنطع بولان قال لي لماذا تدف ليبيا؟ لماذا؟ أدر معي تدر معي ومشيت حالة ومشيت حالة في الأخرى في الدار بقيت نفكر ما يقل عنده حق ومشيت لليبيا يجب أن تحبوا شيء تطيعها مغرب حمد بولان كانت هو سبب هذا لا أدر بالزيط أدر بالزيط بداية سبعينة أستاذ حامد واشتغلتي كذلك مع الكبير طيب صديقي الله يرحمه هذه الجريبة كان ممكن في نظرينا تخليك تكون واحد من النجوم ديال تمثيل في المغرب رغم كل شيء ورغم أنك تسحق أستاذ أنت مولتيش نجم وحصل واحد تشوية ديال تشويش في المعصار ديالك هليش أستاذ حامد؟ ديال ماشي قادي تبع جيت عندك اللي حقيتها وذلك شيء نوم اللي مرت قررت ما نمثل ما وهلو ديال تعجيب أنا من شيء وعادي في المدينة في الزنقة تقول لك نصور معاك أنت ممتي حيث ديال تمثيل كل واحد عشي يدخل لي كله يدخل باشي يتصعب ما عشي إشي بنتي كله يدخل باشي يدير في الزب ديال كله يدخل كل واحد عشي أنا كنت بتمثيل ما رباني الحاب الشي حمد ويوسف أضيل ولكن قلوا يا كيف دابا واحد نهار بكرتها لصوي كنت نخدم مع سلامة الله يرحمه الله يرحمه ومشيت لقيت جسوية مصرح ولقيت بيكر نوردين بيكر نوردين بيكر ولقيت فاتمو الشي المطاربين شكو اللي عادي كون سورته الأول بس أنا مدرها نقالي حامد فينا صورتك بتينا ما بغيت صورتك بتينا ما بغيت صورتك بلاش حيث أنا ما ما كان نخدمش فلافيش بالفوق التحت شكون سميتي بتكون والو نخدم معك نقدر نرسم شي تخرباقة وتعجبك نعطي لك موجودك بش حال حيشو ما نقول لك تربيتك كوي اشتغلتي مع الحاج محمد سولي في فرقة الشيهاب وأستاذ سولي اللي كانت من نوريه دوام صحيحة واللي كان واحد من الناس اللي حضروا معانا من قبل في الاف بام وهدي كانت وحدة من بين الفرقة المسرحية الشيهاب اللي اشتغلتي اللي اشتغلت على نصوص من الريبيتور العالمي وكاتمت المدرسة في مجال تكويل المسرحي واش في هاد المرحلة أستاذ حامد كنت بديتي كتميل الاتجاه ديال احتراف التمثيل أولا احتف هاد اللحظة هادي كنتي مازالك تعتبر تمثيل فقط مجرد هواية دا باستي محمد سولي كان ممثيل الكبار داك الوقت انا كنت باقي صغير مني دا مكنش تكوين تكوين هكي باش لا كنت تفرج فيه كنت يعيش بني بزيه وكنت يبغي الميدان بزيه وممشيش عند سولي دا با حبشي دان عدسو يكون انا مكنش عافظة كلا دور تي تعلم كلا مخيش كلا بلاصة كن عركة تكتزيد السفاة ربما تكون سافتي منها لا ما عطت ما عطتنيش ولكن انا تناخد علاش كتليك انا سمحة ما تشقول الحاج الحاج كانت يمتل ولكن انا تنقف نتفرج فيه تنتعلم بوهدي قبل ما امشي الماموراتش ممتيل كبير اوه ما نقولش اخر من بعد ما امشت الماموراتش قلتلك بير لوكا والطيب والو تيوري وانا كيفاش وادش يقول هدلي برونش كل شي في تنتيل مرع كبير المشيت فيها قبل غير احفظ طاع لان اتناع تاتك اهى سفرق مسرحي يعطاتك وقد اتجربة المامورة عطاتك و فيير لوكا طيب صديقي بزيف اسم اه طيب اه اه كما كان العربي العقوبي كان كل شي ليجران الله يرحم العبي العقوبي لا يعقوب جميع واخا الفن في إطار الاحتراف كي يكون مرتبط بالدخل المالي ضروري نهضروا شوي على الدخل المالي الفن في إيطال الحسير فكي ما قلت لكي يكون مرتبط بالدخل المالي بغينا أو لا أكرهنا كثر من هاتش يا أستاذ حميد في بولدان أخرى ره مرتبط برافاهية الفنان هني غادي نشرح بمعنى أن الفنان عندهم كي يكون مرتاح بزاف باش يقدر يعطش قبل ما نهضر على الرافاهية ديال الفنان عندنا وش الفن حقق ليك بداء على الأقل في المغرب الأساسية والأمور الحيوية ديالك في الحياة أولا لا 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 الشيء شو بفن بدك شو لكن ما ننساش وعادة خادية نذكرها أن برايطل كنت نمثل واحد الفيلم ديال الميسية راحة يوسف برايطل يوسف تمثل كل اللي امثلت تنوصول قادية الفلوشت فانت خانيقول خسين قولوا مجدوني رابع قري هاتش باش خلت مع يوسف قلت لي يوسف قللي نعم قلت لي بقصليها بزاف عادش قق يضحك وليت عدنا نكتا دبا دبا عطاني بزال الفلوس حتوصوا بمسيرة الله فيه بزاف فهمت بأنه في أعمال أخرى ما في هذا العامل هذا هو جاك أجر كيبا كبير أعمال أخرى ما كتحققش ديالك الرافاهية لا لا والراحة قل لي يا ربي تحققين الأساسيات قل لي يا ربي تحقق لا ممكن نشكره يوسف قلت لي بزاف قل لي شكره بزاف 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 واخا أستاذ في إطار التمثيل ومن خلال دراسة الشخصية للمسار ديالك لقيت أن أول عامل سيمائي اللي شارك سيفيه كان هو أحداث بلا دلالة في سبع وسبعين إياك ديال مصطفى الدرقاوي مصطفى الدرقاوي الله يشافي لا يشافي نبغينا نتصرح لك وعلى الناس يتبعوا غير واحد مقطع صغير مشكلة ماشي مطروحة غير بالنسبة للمغرب فقط ولكنها يمكن تكون مطروحة حتى بالنسبة للعالم الثالث سينما العالم الثالث فماذا ممكن نجدو بعض الأفلام أميركا اللاتينية المخرجين شبان السينما المغربية أنا ما بغيتاش تكون على الشكل اللي مشات عليه السينما المصرية ديك السينما اللي ديال الفرجة إلا بغيت تدخل أو السينما ديال تسلية أو حتى السينما واحد نعم يمكننا أن نستعملوك يستعملوه في المصرح واحد سينما اللي كي يسمي أو الانتيميزم أو شهادة الحميمية يعني احتهد النوع أنا كنرقده يعني كنبغي واحد سينما اللي هي كتلعب واحد دور كبير سواء ناحية التقاطية أستاذ حميد أردينك اللور بزع فيها أبدا هذا الشريط تم ترميم ديالو من بعد ما تم العثور على المقايا ديالو في مختبر في مادريد وتم ترميم ديالو في مختبر ديال كاتالونيا وتقدم في عرض عالمي أول في مهرجان بيرلين في أتفورو من بعد عقود من تصوير ديالو أنت اللي شاركت في هذه الأعمالة أستاذ شفتي هاد الفيلم بصيغة ديالو كيفاش تقدم أو لا؟ أولا مشتشة لا مشتوش عارفو هاتش يكون شي جديد لما نقول لك دابا مصطفى الدرقاوي قرف بولونيا مفججة لا كتبش عن تاكس دابا عز بزاف كنت يقدر على السينما تيقول لك الموضوع وتكلم كي ما بغيتي هو طريقته تفتصور كيفاش كنت يصور كنتش دابا كنت لعباني كنتدر وفيلم مصطفى أنا كنت صحفي عندي لسان وذلك شي وأسماء كبيرة شركة الفيلم عاونوه باش كل شي تصوب الفيلم وانا شفت حضرت العرض اللولي ديالو من بعد ترميم الفيلم وعملوا استقبال كبير في بيرلين لسيمسطفى الدرقاوي وأخي أنا في الحقيقة مني شفت هاد الفيلم وعاود عرفت بإنه وغادي جي عندي تشرفيني هنا لا يطول عمرك والله لابقيت كان فكر بزاف وكانت سائل كيفاش صلاح الدين من موسى صلاح الدين من موسى لا يطول العمر أنا في الحقيقة كان نفكر ونتسائل كيفاش سحميد نجاح اللي شارك في الفيلم هذا مع واحد النوخ بادي الفنانين ومثقافي الكبار المغاربة اللي كانوا كيشكلوا موجاو خلينا نقول لك حركة تلائعية حركة تلائعية كيفاش سحميد فوصة الناس هادو كاملين ما يلقاش بلاسته الحقيقية في السينما من بعد أزيد من ربعا ديال العقود بديتي بكري و بديتي مزيانة سحميد فوق اللي كان الفن سعيب باش تمارسوه ومنين بدأت الأمور كاتسهل الحضور ديالك قلال ما فهمتش ما كل شي كيمتل لكن كيمتل جوجد نوع في العالم ما الشي المغاربة كل شي كل شي الكرياتور و الإكزيكوتور الكرياتور اللي كان فدو و اللي كان يخلق الموبدع يقدر ديالك يقضر ديالك تقول لي بكي بكي ديالك تخلق مزين وعند دكتورك على البطنة تتطع تستنطع تتتعذى على هادشي ولكن تكون الكرياتور خلاق رأى أشكل خور كتخلي ديالك تدفع عن السيد تدير هش تقوله بلاد دومي دومي ما كانش بحال عفيفي هش تقوله تقوله أحمد زاكي تمتيله مثله ولكن إخلاق إكراته وحسن تنزرق خياتورا عارت و الجربة ديالحل أقدر بالفقارة كانت بيينتها مزينة بزيف مزينة كنت تسأل هذا الرجل الذي شارك في حلاقدر بالفقارة كيف من بعد فرص تكون مكتيرة أو لا يأخذك شي الذي يستحق هذا هو السؤال الذي كان عندي ولكن لا أقول لي حال ما زالنا نرجعون لي نجبت لهذا الرجل على حلاقدر بالفقارة شافك الجمهور حلاقدر بالفقارة للراحل سيمو حمد الرقاب في 82 82 و في هذه المرحلة كانت ما زال السينيما المغربية إذا جازل أننا نسميها سينيما كانت ما زال ما انطلقت ما زال ما دمارات كان عمر أكوري هو اللي أعطى الفلوس لش محمد باش يخدم واحد مرحلة في ميل سيولتون ساكن الرقاب قلت نطل عليه كي يبقى وملي طلعت تلقيت الشيوالي رقيته كياسام قلت يا حمد أركن صوب لك هو صوب لافيش بيدي الرقاب كان رسم مزيان طلبوا لي فلافيش ديك ساعة السبعة لابدرام بسيترو بزيائ فعنا نصوب بقاطي إخار بق منه أخذت كي باس نصوب الشعر شمع مد الحاباشي هذا مشهد في الفيلم ولكن هو صوبه يصوب لكي يكون شي بدي قال لي أنت ما تحديد المتكينة محدودة بزيار ما تحديد صوبة لي أصبري ولكن هو صوبة لي هيا فراحة كانت أنت تلقى لي ومثنة انت خرج قلت له شوف قد نجد نخليك مع ذكرية ديك مع عمل هذا نسترجى نسترجى نصبع واحد مقاطع واحد الله شي قادوس في اللوحو اللاشي حفر غارقه فين نرميه شهد لي عمري منذكر حسد حشامت كنت مزار شابه هنا؟ كنت صغيرا ها كنت مزار شابه ميه ده بيهودي واخا هاد المقطع راكي شوف كي الرخ الواحدة المرحالة من كيفاش كنا كان ديباني و باش نديرو السينيما يعني ذيك الرغبة بأنه ودامه سوى اللي عندي هنا هاد الصوت اللي كان نسمعه واش ديالك واش نسال اللي كنت تتكلم ديالي ديالي حبشي مفتاح و و شعر الله عزيز شعر الله عزيز شعر الله عزيز داروا ديالك الساعة بتنشوف بيكر فعين الشق ما كناش كندروا الصوت في الزنغة تعال عين الشق كيدروا بميتاج كيدروا كل شي هادك بيكر مردين خطير تبارك الله ولكن نسى هنا في الفيلم صوتي صوتي ولكن راحل حبشي الله و و حميدة كيدروا هاده هو ما كيبالكش في هذه المرحلة ديال 82 كانوا الناس في العالم مشوا بعيد في السينيما كنا مازالين كنخدموه بالدوبلاج كنا مازالين كنخدمو بالدوبلاج ديال الأسوات كنلقاوا أسوات ديال كما قلت ديال راحل سعد الله عزيز في الدوبلاج كين و السيمو حمد مفتاح كين مفتاح كين لا 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 إنتاج. وهو اللي ذا المونتاج. وكما قلتك حسب الجينيريك ديال البداية، مكتوب بأنه أنت السحامي النجاح عاونته في المونتاج. ماشي عاونته تعلمت منه. وهي اللي بغيت نقول لك. كيفاش في الجينيريك سعادة هو في المونتاج؟ دبا هو. فاشل فاشل تقرر أن تكون عاونته. إنتاج من المونتاج يهدي. تسمى محمد درس لي قوم بايدين. أنا ويوسف كينين تقول لنا. مكري كانت سين تعمل نشي لابيريك. لكن لابيريك كل. لابيريك كل. كانت لقعها فعنشق عمرة بالعفلهم. والكلاب مساوبا لكل قطعنا نكشي. تقول لنا نجيبنا للسيكنس ثمانين. تقلبو ومتنجيبونا للسيكنس تقول لنا عجي. هكي باش يخطو. هكي باش كينسخو. كانت مكمل منتاج. فاكي باشي. كانت من شو الرباط ذا ما. نصابو الفيلم. كان يوصف فيهز لابيري. وكي يجي مسكين تحتى نعي. وكي يجي يقول لي أقدم. تقلبو. هكي باشي الصوت. طعم. كشي. على السالة فان قطيقو. الفيلم هو. هو السينما كله. كان كنتي قاتتت تشاغلو وفق الإمكانك اللي كي ناوسان. الموئيان اللي محتوطين. ما هدوك. كانت الإمكانيات قليلة. أستي حميد نجاح نسالي الشطر الأول وما زال نرجع في الشطر الثاني أستي حميد نجاح ننتقي بعد قليل ترحبون بكل من ينضم في الشطر الثاني من الاف بام اليوم معنا أستاذ حميد نجاح أستاذ حميد نجاح لما بقيت لا خايف جميع دوروا في الراحة كين مرتاح صافي أطول عمرك أردتك للماضي نعم نستالجي كيف نكملو؟ نكمل أخي سيدي في الشطر الأول كنا تتكلمنا على مصرح على الظهور ديك اللولي في سينما في أحداث بيلاد للمعاسي مصطفى الدرقاوي من بعد حلاق درب الفقارة نبدو شويا نقربو من اللحاضين شنو كين في اللحاضين في الأدوار اللي كيتم منحها لك حميد أغلبها كتبان من نفس النور بحيث كتظهر فيها بشكل في الغالي بشكل عجائبي فانتاستيك نعطيك أمثلة مثلا الأدوار اللي كتتعطاك فيها متشريد معتوه مختل نفسي أو فقير ومعدم هذه أدوار عادية غير اللي غريبه أنه دي ما كتكون الأدوار اللي كتتعطاك تكون قريبة من هذا الشيء هذا وش وجهك غير ديال ديال هاتش يا أستاذ ما فهمت هذا؟ كتترجع للأخرين اللي تتعطاك الدور بالطبع كي بكنت يقبلها إمكاني هذا الشيء إن واحد وقتها كتبقى تقول نتايا غير يا أي طول يا بعدين بالتل ماشي كتبقى تناقش معهم ماشي انتا عندك همثلة أدوار كتبقوا لها ناخد هذا و لهذا عندك تعيطوا لك في واحد شي محصور ما عندكش كش الأخ كتلع الدور ورقي كي بكنت تقبلها على الكرياتور ديال ما عندكش الوقت فستبقى تتعبا بعد المرض بزيب بالصعب الله رحمه كان حي فحنا نجينا ذلك كي أعطوك تكس بقربة ساعة كي يقولك يا الله يالله و كنتمثل ميك فين اللي تود اللي غد تخدم الدور بش تكون مزيين ماشي كي أعطوك تسيناريو كله كي أعطوك الساعة يعني ما عندكش هذا البخيستيج كي تختار هات الدور لا ما عندكش لان انا كيبالي ما تريد تخيل معك أنا كيبالي ممكن تلعب الدور ديال أب متازين ممكن تلعب الدور ديال حاكم ممكن تلعب الدور ديال مواطن عنده جريبة و باش يفتي فيها و على الناس راح مجال ديال إبداع كبير و إذا كان الإنسان اللي معك حريفة و عنده جريبة رأى أي ضر ممكن يلعبه أه مالوم ولكن و أنت عارف حاس بأنه الأدور اللي كتتقرها كتشابهة سيد الحاميز حاس بها بصعب 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 تنفيذ أه ما عندكش مجال فين تخدم بالزال بحال دابا كيبتلك و على الفيلم كان كان داروه هما على واحد شي باني ربوه شكون؟ شكون اللي عملوه؟ عملوه العسري آآ 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 مازال نوصله كتتكلم على عمي نوفا عمي نوفا مازال نوصل لك التجربة ديالو و أخا على فكرة لك لعب دور فيلم لكاني يطيح الحيوة ديال سي حاكيم بالعباس آآ واللي راتعرض في المهرجان ديال القاهرة و شاو سيد انت من الناس اللي كي يفضلو انت من الناس اللي كي يفضلو يحفظو الحيوارات أول من النوع اللي كي يبغي يزيد إضافات دارة دارة زيد إضافات مع بالعباس ومع كل شي كالناس كي يشجوك لدخادئ مشي تيقولك اللا كولتش حيث حيث مسرحة ونسيلي ما هادس دابعني تلبرنامج هادو قدر ولكن أنا كانت عندي حيات تانية قبل ما ندخلنا وعندي أول تانية حيات خوا هادس سائلات سائلات اثنبها دور دور راه حسد كي يتدعو هذه ممكن نجي لابون دبس سيد لي تيصابنا الكاميرا ردتو اعتذي لي وقالت بزيت عده بش مشي جيد تظلي عدابة ويقولي يا راه كده كده لك شرع عنده سيرورة في الماضي اعلم وغايبقى مشي في المس ايه مماشي اعرف شتير ضحكتني في الميتال سيتيني كاميرا شوف بشي واحد يعنيش كون دور دياله صورت في الماضي ايه مماشي سيرورة سيرورة كون الليترات كباش سيكون عرضوا هنا ممكنش نجيي لنه عرج بوله مزيح ولكننا ما عرفوش كبتينكو فيله كنا كان هادو بغاينمثل بيلال مرميض فرز فيها يقول حامد مزيح ولكننا بشي بيلال ذلك خسنينتو اني تودع ليك بزيح وتزيد اضافات من عندك انتا مشي بدهو غادك الشي اللي يحفظت عليها خسك تزيد اضافات لا، ليس حفاظه، ليس كتبه، ليس كتبه، ليس كتبه، ليس كتبه لكي أخبرك، كنت أعرفك كيف حدثني، أنا خدمتي أعيانا و أريك أنت أشكر وهذا هو المشخص؟ لا مشخص المشخص ليس بديعك، خياته معلوم أخي، أسمتها أستاذ، أحد معلومة، وأنت أتأكد منها أسمع بأنك تشتغل أحيانا في أفلام قصيرة ديكوغ متخاج بدون مقابل إذا كالهدف أستاذ حميد ناجح هو مساعدة الشباب فهذا ما يمكن لي إلا نحييك عليه نقول لك في مكان ديالهم أو لمعهم، نقول لك شكرا ولكن إذا كنت تشتغل بدون مقابل مع الجامعة فهذا أمر راكي ترحلي أنا واحد للمشكل لأن الفن يتمارس بمقابل متابق معك متابق معك مي الكورمي تاجي واحد ما عندي شي كيوس نخدم معها وقول لي هو نتيبولي عتظم معي، ما عندي شي شي كان عاونه بالطمع، خدمت أزال لديها مقاسيها ولكن ماشي ناعدم، فرحان قاع، بزال في المرات ما غنقوش هالبقار قاع وتقفيل هذي غير جاهل النية تاني نشي ورا ما خدمت فيه لديها واحد، عاونته كنواتي يملكي يملكي يملكي، ماشي تنقول غادي ولي موخرج، غادي عيطا لأنه غير دكساء نحتاج ليه واقسين عاونه من بعد تبرزه، ما كنت سنعش مما عيت ليه لأنه كما قلت لك، أي العمل الفني أرى خصوه مقابل لأن الفنان سور عنده حياة ديال وعنده مصاريف ديال وعنده المرض ديال من خصوص هي توقفات الحركة في الوقت ديال كورونا بالتالي الفنان را رخسو يمارس المهنة دياله بمقابل أنت وقي للعاطفة، بالخصوص عندما تشوف شباب، وقي لك تتعاون لأنه لا يوجد شيء ضيخ، لأنه لا يحتاج للمعاونة والدور ديالي أعجلني بذلك، نخدمها، 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 نخدمها في تلفزيون، هل يأتي لك فرص ديال الاشتغال، أو بذلك شيء قليل؟ لا قليل، يجب أن نقوم بذلك قليل، بذلك وذلك شيء لا يكفيش؟ كبير مقابل بلا ما نعذروا عني؟ بلا ما نعذروا عني، بلا ما نعذروا، بذلك قلت لك قبل، بقى نعود نكرر، كان أمراتي، كتعوني بزيلا 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 ومشي، ومقرانترش، نقدم بلية تورناج جمعكين، من دور من الجال أخرى، مشي نقول لي، باقي نمثيل ووالا هو كي يصاب في ضرورة كيف يفكر، يصاب، يلعيت لي نمشي، ولكن ما عايشي، ممشيش عندهم ومشي، ولكن رغم ذلك في تليفيزيون، في بعض المرات كي يبانو شي، شي امثيلة اللي مزيانة، مثلا، من الأدوار اللي عجبتيني فيها في تليفيزيون الفيلم ديال عمي نوفا، ديال هشام العسري، ننتبعوا واحد مقاية عملنو واخا الله ياتك سحا، شهال ده بضو معلن، سنتسر بينا لا ياتك سحا أستاذ حمي، الجمهور المغربي، بخصوص في تليفيزيون، راكيت تفاعل مزيان مع هذا النوع ديال الشخصيات وبالخصوص، أنا شخصيا ما كدبش عليك فرحت نشوفك في دور ديال بوطولة وكان غري يكون عندنا بزاف ديال هشام العسري، اللي يعطيك البدل، دور ديال بوطولة، أو لتلعب أدوار اللي كبيرة أنت براس كميني شفتي هذه الخدمة هذي من بعد حسيتي بأنه أه، أه، فأعتو، ودك كبيرت لك الفيلم فيه، فيه واحد، واحد، اللي داع الناس دالوا في الناس كبار ودكشي، وزوين هاد الرجل، ما كانش كيولد قبل، دابا فاش، فاش جابي من الخيرية، والأولاد، في الخدمة فيه، كيولد، وكيموت، وكيبقى دكشي باني، ما ميتش ميتشي باني، دابا كيباش، دابا كيباش، دابا اليوم أنا وياك مقابلين، كيباش، دابا اليوم، كيباش، دابا اليوم، كنت شرف هانتراك كتشوف المستوى في نحن دابا، شميل الحويج اللي انتف لها كارياغ ديال كوزيك تقول بغيت نديره ولكن ما زال ما ماجهتشي لك الفورصة، شي حاجة لكتحسس في الداخل ديالك ما زال ما ما حققتيهاش وما زال ما حققتيش فيها الإشباه دابا فاش بديت ندير تمثيل في اللغول، ما تشويه، دابا كنت تمثيل جويا، كنت نقول لنا يا في ذلك الوقت، قلت في الفين وواحد وشي رادي وليه ما كان عندك دانس، طبع كان كان الازاداك تخرجو، ممتين مزينين، كان بزيب الحويج، وقوم، السينيما، ما معهيد وكان مركزيني كيعطي الدعم ودك تخرج، ولكن بالنسبة لي التمثيل، رانزل وانا قلت إنها انا هناك، وكنت أنس هناك، كان الأمور بشرح، حسنًا، صعيًا بزيب، فاعدة بهم ما ما نحقا، ماشي كيف يمكنك التوقع لا، لا، ما شيك تنقول، غدا يبلي مشغور كتر ولا، لا بلا ما يخصو يكون مزين في البلاد، وسابق، كي بلنا عن المبارد، لم تتقل تنجل في سبعة أغمار تنكتب فرنسية فرنساوب ما قالت لك ولكن من مشت لفرنسا لقد تكتبت لك شي تعلم شوية واحد نار تلقي تنكتب دي باواهم فرنسية ولا العربية براسا تعرف نسم مثل كان يوسف ترسم وانا نشوفه يوسف ترسم نعم فاضي كان نشوفه يتقن تعلم وعلى وقتها بنته نرسم ولكن قبل كان ديما كان رسم ولكن في التمرين الذي يدربه بلس من الدخل تنقى نرسل 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 ماذا ما جاوبتين شو سيد حاميد؟ عشان هو مثلا الضور اللي انت باغي تلعبوه او اللي فورصة اللي باغيها وما زال ما جاتش أغير ما تراوغني شهد السؤال رادارولي تجاوبني عليها أنا كنت ماريد في الدار ورجى عندي واحد سيد جويني مباركي من الرباط اللي حاميد تلعب ملك الار كنت تكلمي لسي عبل عاطي مباركي؟ مباركي وأستاذ كبير وأستاذ في ملعب المسرحة والتلقق وأستاذ كبير ويومى التريز يومى إنساني كنت تزارني في الدار عندي وزارني وقال لي يا دي ملك الار مشيت تنقل بالملك الار بتخلاتي ملك الار تيمشي ملك الار عنده لعده لك تخده وحد تصف واحد ساحري أتيت جميع ملك الار وقيت سنيني عبل عاطي مباركي باش نوجد معه ملك الار بعد مرور هاد العقد هدي كاملة انت ما ندمش على أنك مشيت الفن لا بالعكس معاك ده بالفن هاد السبارة اللي كتبه لها تمتين غدي خلي هاد الامبرات اللي قلت باش تبقال باش تبقال باش تبقال باش تبقال باش تبقال باش تبقال بويل اوغسطو تبقال اوغسطو وضع اوغسطو لا تبقال نحن نموت أخوة وقضي وصلنا نعطيك تلك الصور يمكنكم تتكلم على كل أحد يوم أخي وسير برك أخي الصورة الأولى يمكنك أن ترونه هذا السمسطفى الضرطاوي يمكنك أن ترينيهم يمكنك أن ترينيه كما ترينيهم لا أريد أن ترينيها أريد أن ترينيه أنت في مهرجان في المهرجات و أراد بكم ولكن رغم أنه يحس بالمرض ولكن استعفاره يبقى قوي قوي و يبقى قويته بالبتسامة ديال و إنما زال ابتسامة هي هي و بسيد هذا أنت استفتي منه الفيلم ديال سعد سربي اللي كان في إفران هو اللي قال أكسيو باش بدين الفيلم كان جاء في إفران و مش حالي مشتوش كثير من الناس هادو كانوا في براء و دخلو ومسلم السيل بالنولة اللي درنا سيم مصطافا الدرقاوي وكريمو الدرقاوي اوه كريمو واقع شافي سيم مصطافا نشوف الاسم ثاني واقع رغم داكة ديالو كبير طيب صداقي اوه طيب كي ديرو حل ورقاتي كل هادو بدي بوال غندير اليوم انتصد فلان غادي ندير غندير وورد كي بزير ورسام وفي بزير لحوي جمال اني كنشوفه مصاحية ديرو كنشوفه كنشوفه اللوان مستنجيني مهم طيب طيب الرجل الكبير كبير شوفه اسم أخر هاتسيدة داري معقص سورة جميل جميل حسن ريس حسن ريس متبعه بزاف في هذه الخرجات والكتاب اللي يقوله الكتاب اللي يقوله أشوفه نزيدك واحد معلومة أخرى أرى هو اللي عاوني باش نوصل لك باش تكون تتالي ومعاني حسن ريس إعلامي وناخد ديالنا حسن ريس إعلامي وناخد ديالنا قلت وعيني جاك تريه هذا الرقم قلت كيف يستعزك مع عسن شابه كبير 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 ريوان الأخرى ماخدهش أنا ماخدهش مش بالجبالية ماخدهش والله غير هذه الصورة غير هذه الصورة تتحدث على رأسي كانت تفكر أنه يقوله يعزك ويقدرك يقدرك بزاف ديال المغربة هو ساعد ساعدك تنشكر بزاف الناس بزاف بزاف اسمه أيوب يا أمسد أيوب العيسي أيوب العيسي أيوب العيسي أيوب العيسي أنا سأرى إعمال ساعدوا آمل مصرحة أدوى يمكنك كذلك لا أشتوش وخا سيدي سي حميد نخليك إذا تشوف الكاريكاتور اللي عملوه سيخ حليد الشرادي نخليك تشوفوه وليك تعليق وخا نركز معا مزيانة خطيئ سيني مرسل مصرح أتنع عميش أنا لا ما كيش تمرغي كين تمام المصرح وكين تمام كين صبغة وكين وكين السينيما وكين الكتابة ماجيسيان الفنان المفرد بصيغة الجمع وش ماجيسيان أو ماشي ماجيسيان خليد الشغالي ديما أزوين ديما أنا شوف أول عبتي بطريقة فنية هول لا أنا كل أخديم لا لا مانيفيكيا وي أستاذ قبل ما تمشي ضروري ضروري يسدي معك هاي شعب كبير لييني نحن كويدين شوف شعبه ما زال بهاد ال بهاد الكاسكيتة في باهم كذبان ما زال عندك في المصراح وبالسينيما أستاذ حميد نجاح داس الأمور وانت مرتاح ما كانش ما كانش ما قلت لي بانا غنجي عندك البرنامج راني مرتاح وانا بالعكس بالتقديم راني قلت بانا كان عتادر لاناو تأخرت بالعكس الناس اللي بحالك سنسمعوهم سنحسو بهم شنو بغيني مروا التجارب اللي كتمتد لسنة واتركت كانت طرح لك سؤال كتمشي بيا الويديا نخر علاش لاناو رهما صار قويل بالعكس انا فرحال مني جيتي عندي يا سيد حميد ناجح أتمنى انك انت تكون فرحانيك الأمور كما ينبغي عموما مرتاح 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 حوية حيث الستربوش شالينا فرحاني مرتاح حوية مرتاح حوية مرتاح حوية مرتاح حوية بالعكس لاناو رهما كنت عودة انا اتمنى انت تسافر لاناو رهما كنت عدد العلاقية واناو رهما كنت عدد واناو رهما كنت فرحاني بزر مرتاح حوية مرتاح حوية مرتاح حوية مرة حوية واناو رهما كنت عودة